السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله اليوم عندنا يونيت 1 للصفة رب العدادي اللي هو الستودينس بوك وعدنا مجموعة من الأمور المهمة اللي راح نركز عليها. قدنا عنواننا كيف تتعلم يعني الطريقة اللي راح تتعلم بيها أمر معين كتتعلم لغة على سبيل المثال look at the pictures انظر إلى الصور and describe وصف what the people are doing مثلا هنقول he is listening, he is reading, he is he is writing كل واحد يعمل شي معين عدنا picture number one نقول he دي يقول بهاي الصور he says من هو interpreter, interpreter معناها المترجم فhe says معناه هو يقول يعني دي يترجم بين شخصين فعدنا هاي المفردة المهمة لازم نحفظها interpreter يعني spelling والمعنى عدنا picture number two self access center محكز الوصول الذاتي أو محكز التعلم الذاتي هذا الشخص عن طريق cd's يقدر يتعلم لغة أو شيء معين معناه هناك كاتب لك open يعني هذا المكان ينفتح من 9 am to 6 pm من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة شكيت مساءا يا أيام من الأيام من الأيام monday to saturday من يوم الاثنين إلى يوم السبت سين عدنا عرفنا هاي معنيا هي interpreter معنيا من المعاني المهمة وعدنا self access center مركز التطوير الذاتي أو الوصول الذاتي عدنا picture number three الصور رقم الثلاثة اللي هي مكتوب bilingual dictionary معناها قاموس ثنائي يتكون من لغتين مثلا english and arabic or arabic and english عدنا picture number four صورة رقم أربعة exchange program هاي دي شوفون صورة رقم أربعة مكتوب exchange program معناها برنامج التبادل التبادل شنه تبادل معرفي للحصول على المعلومة بعد شنه المكتوب على الكتاب هذا spend three months يعني أقضي ثلاثة أشهر in England في انجلتا to improve لتحسن your English فهيسا عدنا exchange program أيضا عدنا هذا التعبير مهم معناها تبادل للمعرفة أو المعلومات عدنا picture number five الصورة رقم خمسة مكتوب هنا شنه index cards يعني بطاقات مفاحسة هذه كإنماها game لعبة بين أشخاص يكتبون عليها معاني مثلا شخص هو لغته الأصلية العربية فيكتب بطاقات مفاحسة بيها كلمات باللغة الإنجليزية مثلا عدنا كلمة international معناها دولي فكأننا مادة تسألها شنه معنى هذه الكلمة هي أيضا كلمة index cards أم كلمة مهمة لازم أحفظ spelling مالتها لأن هي كلمة جديدة عدنا picture number six عدنا صور رقم ستة عدنا هذا التعبير learning diary مفكر التعلم أنا من أريد أتعلم شي معين لازم أدي فد مفكر التعلم أكتب بيها الكلمات الجديدة طبعا عدنا هنا listen and check your ideas then do exercise A in the activity book أكو تمرين بنهاية يعني أفواً محاورة بنهاية الكتاب لازم أقرار حتى أحل تمرين A الموجود بالكراسة نحن إن شاء الله سأشعينه رح نرجع إلى تمرين متعلق بهذا الصور الموجودة حتى نقدر نحل اللي هو يا page عدنا بالstudent's book page number seven عدنا look at some things look at some things أنظر إلى بعض الأشياء the people said اللي ناس قالوها يعني قالوها much them زاوجها to their pictures طابقها مع الصور on page six أكو هاي الصور هاي الصور لسا قرانا ذني الجمل عن طريق معرفة المعنى أطابقها وهي الصور الملائمة اللي احنا هسه رأينا الكلمات مالتها sometimes بعض الأوقات I write new words بعض الأوقات أنا أكتب كلمات جديدة on cards على البطاقات and test my friends وأختبر أصدقائي فهذه شنو الكلمة and نكمل هسه الجملة and my friends test me وأصدقائي يختبروني فهي أفضل اختيار هي صور صور number five اللي هي index cards زين نجي على B I practice writing everyday أنا أمارس الكتابة كل يوم ال B ويا من ترهم أفضل الشيء هذا مني يمارس الكتابة كل يوم هو interpreter اللي حتى يتعلم مفاتات جديدة ويا ال 1 زين نجي على اليمن على السي I usually أنا عادة look up new words أبحث فيه أبحث عن كلمات جديدة in a dictionary I'll write them in a notebook يعني هذا الشيء نبحث به وكتبه بدفتر الملاحظات اللي هو القاموس الثنائي أستخدم هسوية لثي bilingual dictionary زين نجي على ال D I write أنا أكتب يعني متعود أكتب what I have learned أكتب ما تعلمته in my learning diary في مفكرة تعلمي after every class بعد كل صف طبعا بينها يعني هي عدنا الصور يا رقم 6 number 6 اللي هي learning diary مفكرة التعلم ال E I go to the self-access center أذهب إلى مركز الوصول الذاتي أو التطوير الذاتي and practice وأمارس saying the words وأمارس قول الكلمات with a CD with a CD طبعا نفس الشيء هي self-access center اللي هي يا صور رح نرجع لها الصور عدنا رقم 2 self-access center اللي هي تتراهم مع هذه الجملة اللي هي حرف عدنا حرف ال E عدنا ال F I go to the cafe أنا أذهب إلى المقهى with my friends أنا أذهب إلى المقهى مع منو أصدقائي and we speak only English ونتكلم فقط الإنجليزية for two hours لساعتين فهذا شنو برنامج تبادل معرفي بين الأصدقاء اللي هو شنسمي exchange program exchange program نجي أيضا على مكان بملاحظات مهمة على زمن المضاعع البسيط اللي هو present simple يقول لك look at the examples انظر إلى الأمثلة then do وفيما بعد أعمل exercise in the activity book وأعمل هذا التمرين في الكتاب النشاط present simple لدينا قاعدة مهمة للجمل المثبتة اللي هي إذا هي وشي وإت الفعل بس أو إي أس حسب نهاية الفعل إذا باقي الضمائع I we you they يكون الفعل مجرد مثلا I walk ما أقول I walks بالمضاعر البسيط إذا قلت he أقول he walks إذا قلت I I walk they walk you walk واضح we walk I walk to school every day أنا أمشي إلى المدرسة كل يوم my sister شوف uses my sister يعني شي هي a computer جهاز حاسوب to do her homework لتعمل واجبها البيت the capital of Iraq مو بس عدنا الفعل مجرد وفعل بي أس أو إي أس كذلك عدنا الإز والآم والآر شرط يجي بعدها يو ظرف مكان يو زوان يو شنو يجين اسم the capital of Iraq is Baghdad عاصمة العراق هي بغداد يجي اسم bilingual dictionaries القواميس المزدوجة are very useful جدا مفيدة شوفي جهنانا صفة واضح for learning languages لي تعلموا اللغات I don't speak Japanese أنا لا أتحدث الشنو اليابانية شوف I don't إذا he أقول he doesn't speak Japanese the self-access center self-access center مركز الوصول الذاتي isn't open لا يفتح isn't open يعني لا يكون مفتوح صفة on Sundays في أيام الأحد هذا هنا طبعا الopen مو معناها فعل هنا صفة open لا يكون مفتوح زين إحنا بعد ما كملنا هاي الملاحظات المهمة على unit 1 lesson 1 بالstudents books بعدها رح ننتقل وين رح ننتقل إلى كتاب النشاط حتى نحل التمارين الخاصة بيها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته